الأدوان التركي يجدد قصفه للحدود العراقية يوم بعد يوم وممارسة أبشع طرقه بالقصف أما مدفعي أو الطيران الذي يجوب السماء العراقية أناد الشاد ياسين من أهالي قرية ديريشكي التابعة لناحية كانيماسي لا يستطيع سكان قرية ديريشكي من المزارعين مزاولة عملهم في بساتينهم بسبب القصف المتواصل نحن نقوم بتحضير محاصيل خريفة للشتاء لكن مع وجود هذا القصف المتواصل لا يمكن لأحد الدخول إلى هذه البساتين هناك ظروف أمنية المنطقة من أن طفل إلى حد الآن راحة ماكو فهذا الوضع هناك قرى لا يمكنني أن يوصلون للقرى مالتهم لا يمكنهم أن يستثمرون القاعمالتهم فالظروف إن شاء الله تصير زين بس وضعه ليس طبيعي شكاوى مستمرة من قبل المزارعين في تلك القرى التي تحت حدود قليم كردستان مما أجبر أهاليها غالبيتهم بالهروب من القصف خوفا على أرواح عوائلهم هناك قرى حاليا بعدها كميات كل شبيرة من الحصاد من التفاح لكن هناك مشاكل في الفترة الحالية من القصف التوركي الشكاوي ستصل يوميا من أهالي القرية لأننا لدينا إشكال لا يمكننا أن نصل إلى البساتين حتى على الأقل نحصد ما حاليا في هذا الموسم الموجود فيعني ياريت شوية يكون أكو تعاون شي نوصل حتى بس مجرد نصل إلى القرى موالتنا هتعلق لهذا الموسم ما يروح منهم هذا الأدوان يؤثر سلبا على حياة المواطنين القاطنين بتلك القرى الصغيرة ويؤثر على معيشتهم وبساتينهم التي يعتاشون عليها مما تراجع الكثير عن ترك تلك الثمار وعدم حظها من دهوك رياض الزبيدي اليوم